ذكرت وكالة أسوشياتي بريس أن وفدا من حركة حماس غادر القاهرة على أن يعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح لصفقة التهدئة مع إسرائيل وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن ترسل إسرائيل وفدا إلى القاهرة لإجراء محادثات حول اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونقلت أسوشياتي بريس عن تقارير إعلامية إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المكون من مسؤولين أمنيين سيغادر الثلاثاء لمناقشة الصفقة مع وسطى مصريين